ينفع عيش مع زوجي منفاصلة مش مطلقة علشان خاطر الاولاد بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد ده سؤال شائع ستات كتيرة بتتعامل مع جوزة كانها ايه مطلقة بس هي مش مطلقة عشان يربوا العيال بص يا ستي حضرتك اما زوجة او غير زوجة ما عندناش حاجة في الاسلامة السامة منفاصلة بالمعنى اللي انت قلتين يعني في النهاية جوزك بخيل ووحش ويعني بيشتم والكلام ده كله خلاص دي سلبيات وعندي ايجابيات ان هو بيصرف عليك وبيصرف على الاولاد والاولاد ما ما يتشردوش بسبب الطلاق فدي ايجابيات فانت لما قلتي اوافق اكمل معاه عشان لقيت الايجابيات اكتر ممكن ايجابيات مش في ذاته ولكن في الحال العام اللي هو راجل راجل بيصرف راجل اكون برضو يعني زوجة مش مطلقة انت حسبتها من كل الجهات بس انت مش طيقة الراجل بس في النهاية حسناته راجحت على سيئاته ومن ثم انت قلت اكمل معاه فما عندناش منفصلة ومتزوجة ولا غير متزوجة فما دام قبلتي فبالتالي لازم تكملي كزوجة لازم اذا دعاكي تجي بيه تسمعي كلامه ما تعصيش امره تستأذنيه انت زوجة تقبل الوضع على كله مش قادرة تستحمل لنسياته ارجح حتى مع انفاقه حتى مع اللي هو يا رب العيال معايا لقيت النسياته ارجح يطلوبي الطلاق ويطلوبي الخلع وساعدت مش هتبقي زوجة مش مطالبة لان ستات كتير عايشة مع ازواجهم وازواجهم طبعا متظلمين منهم لقى لا بتسمع كلامه ولا بتعتبر وجوده ولا بترجع له في اي حاجة ولا حتى في علاقة بينهم ويتقولك لا اما انا هو كده لا اما فيش حاجة معا كده انت بتاخذي ذنب كبير انت زوجة او لا اما الزوجة انت زوجة يبقى كل واجبات الزوجة عليك طب هو مؤثر هو يتحاسب عند ربنا لكن انت دلوقتي اللي هميني امرك دلوقتي زوجة تعملي واجباتك ما الزوجة خلاص يبقى ما فيش حاجة اسمي اخد الميزات بتاعت الزوج وما يكونش عليها مسئوليات ده امر خطير وشبهة شيطانية دعموا الفيديو بشير ولايك ومين شراك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم